مرحبا معك شون أوفرطن من شركة OneStepRemove.com اليوم نتحدث على كيفية تثبيت Expert Advisor في MetaTrader والخطوة الأولى أن نحفظ الملف على الكمبيوتر عندك وإذا لديك الإيميل مفتوح والملف موجود فيه نسوي Download وتحميل نكبس على Save وعلينا نختار المكان المناسب نبدأ على الحارددرايف عادة C colon وبعدين نختار Program Files وبعده اسم الشركة مثلا إذا تتداول عند FxDD نختار FxDD إذا تتداول عند Interbank FX نختار Interbank FX إلى آخر اليوم اخترنا FxDD وبعدين Experts المكان المكامل C colon Program Files اسم الشركة وExperts نغير اسم الExpert Advisory لنفضله ونكبس على Save نتخلص من الإيميل ونرجع لمدتريدر إذا لديك مدتريدر مفتوح رجاء إغلاقي وإعادة فتحي هذا يجدد الوجه وإذا ما ترى رسم بياني موجود عليك تفتحه والحين نرى رسم بياني للدولار مقابل الياني الياباني الحين بي أحط الExpert Advisor على الرسم وإذا ما أشوف النافجاتر هذا مش مشكلة أروح لـ View وبعده Navigator أو أساوي Control زائد N على الكيبورد في القائمة أحد الخيارات Expert Advisor وأكبس على الرمز زائد بجانب Expert Advisor وفي القائمة أرى اسم الExpert Advisor عندي أساوي drag and drop على الرسم البياني مثلا أكبس على اسم الExpert Advisor وأحط الملف على الرسم أروح لـ Common تشوف هذا بالشمال وأحط شيك بجانب Allow Live Trading هذا يشغل البرنامج ويسمحك بالتداول الآلي في السوق وبعده الملف الآخر Inputs وهذا الخيارات الفريدة للExpert Advisor في خيارات متعددة وكلها تختلف عند كل الExpert Advisor ويسمحك بالتداول الآخر أكبس على OK وعلى الرسم بياني بالذات نشوف أحد الرموز إذا ترى وجه سعيد هذا بمعنى الExpert Advisor يشغل إذا تشوف حرف X هذا بمعنى كل الExpert Advisorات في المحطة ما تشغل وعليك تكبس على زر Expert Advisor بالقمة ويغير لون من سهام أحمر إلى سهام أخضر وإذا تشوف وجه حزين هذا بمعنى عليك أن تكبس على الرسم البياني بالزر اليميني على الموس وتختار Expert Properties وتحط شيك بجانب Allow Life Trading وإن شاء الله بعده بتشوف وجه سعيد إذا لديكم أي استفسارات رجاء الزيارة لـ www.onestepremove.com أو الترسل عبر الإيميل إلى info info at onestepremove.com أشكركم للإستماع ومعك Sean Overton من onestepremove.com